السلام عليكم وصفتنا النهاردة هي الباتون سليه او البقسمات او زي ما اخوتنا في الخليج بيسموها اصابع الشربة اوعي تشتريه تاني من برا يعمليه في بيتك بنفسك بطعم احلى واوفر بكتير من الجاهز اول حاجة هنجيب الكباية اللي هنعير بيها وهنحط فيها معالاة كبيرة من السمنة اي سمنة بس يفضل تكون سمنة بلدي وهنضيف عليها زيت بحيث ان كمية السمنة والزيت تكون نص الكباية بس ومعانا تلات كبات من الدي هنضيف عليهم كيس خميرة الكيس ده 15 جرام او معالاة كبيرة خميرة وهنضيف عليهم معالاة كبيرة سكر ورشة ملح وهنقلب المكونات دي مع بعض بالمعلقة بعد كده هنضيف السمنة والزيت الاول نقلبهم بالمعلقة بعد كده نفرقهم بادينا كويس جدا ومعانا كمان كباية مية دافية هنضيفها بالتدريج ونعجن وما نضيفش كباية المية مرة واحدة لان العجينة مش هتاخد المية كلها لان انواع دي بتختلف من بعضها ممكن نوع دي ياخد اكتر من النوع التاني اهم حاجة ان العجينة تكون نعمة جدا يعني طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش ومدة العجن ما بتقلش عن خمس دقيق والعجينة بتكون بالشكل ده ما بتلزقش في ادينا وفي نفس الوقت طرية وانا ما استخدمتش كل كمية المية استخدمت بس تلتنها بعد كده هنغطي العجينة ونسيبها ربع ساعة ترتاح عجينة البقصمات ما بتخمرش يدوب بس بترتاح شوية عشان تكون سهلة في التشكيل وهنجيب الصاج بتاع الفرن اللي هنسوي فيه البقصمات وندهنه بالسمنة او بالزبدة ما انفعش خالص يدهن بالزيت ومعانا سمسم ابيض مش محمص هنضيف عليه معلقة من المية ونقلبه كده مع المية احنا بنضيف المية عشان السمسم يلزق في العجينة كويس ولو عاوزين تضيفوا عليه حبة البركة ممكن تضيفوا شوية حبة بركة وممكن شمر هناخد قطعة من العجينة صغيرة قد اللمونة كده ونفردها بادينا شوية بعد كده نفردها على الرخامة او على المفرش السيليكون بالطريقة دي الموضوع سهل جدا وسريع الكمية دي ما بتاخدش معاك اكتر من عشر دقايق بعد ما نفرد العجينة شوية هنغمسها في السمسم بعد كده نكمل فرد وده عشان السمسم يلزق فيها كويس لو اللي العجينة لقيتوها بتكش معاكو يعني كل ما تفردوها تكش معاكو افردوا كده قطعة بعد كده ريحوها دقيقة واحدة بس او نص دقيقة بعد كده كملوا فرد فيها بالطريقة دي ولا بتتقطع ولا بتكش وممكن نشكل البقسمات او البتونسة ليه على شكل ارقام او حروف هنفردها بنفس الطريقة ونشكلها بالشكل اللي احنا محتاجينه وممكن كمان نشكلها على شكل دوير ونرصها في الصاج المدهون بعد كده بسكينة هنسويهم عشان يكونوا نفس المقاس لو عاوزين تسيبوهم زي كده عادي خالص ونغطيهم باكياس تلاجة او بفوطة ونسيبهم يخمروا لمدة ساعة واندخلهم فرن سخن على درجة حرارة 170 او 180 لحد ما يحمروا من تحت ومن فوق لو البقسمات حمر من تحت ومن فوق لا بنشغل عليه الشوية وخلي بالكم مافيش وقت للسوى وبيكون بالشكل الجميل اللي انتو شايفينه ده عاوز اقول لكم ان طعمه جميل جدا مختلف تماما على اللي بنشتريه من برا اتمنى البقسمات يعجبكم واتجربوه بالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة